صلاح محسن وإيه من وجهة نظرك أسباب إهدار وليد هو أسباب إهدار وليد لكن إيه رأيك في أداء صلاح محسن؟ ملحقش يلعب غير مباراة ذهبت المباراة وأدى فيها بشكل جيد سجل هدفين التحركات بتاعته كان جيدة يمكن الإصابة بعد ذاته فترة وبعد كده كان فيه وجهة نظر فنية أنه هو ما كانش موجود يفضل أنا اللي عجبني أنه هو كان اللي عجبني في فرقة ندلة هلي في مباراة طلع برا أنهم مركزين مدارة تسعين دي حفظوا على نفس الشكل ونفس الأسلوب مفيش لعيب كان بيلعب بفردية وبأنية واخدين المباراة بشكل جدي استفادوا منها بشكل كويس جدا يمكن كانت عودة لصلاح إن أول مباراة يلعبها بعد فترة طويلة يسجل هدفين ده مهم جدا لازم يستمر ويكمل ويشتغل على نفسه أنا بتمنى اللعيبة اللي موجودة المهاجمين بس هتكلم على المهاجمين اشتغل على نفسه طول وقت اتعلم اتمرن اتحط في مواقف كتيرة جدا وتعلم منها مش عيب أنك تغلط حتى لو في التمرين حتى لو في التمرين طبعا اتعلم اتمرن اتمرن في التمرين جرب جرب حاجات كتير جرب زي كرة تلعبها المرة دي بتكنيك معين فشلت جرب بطريقة تانية جرب تاخد قرارات مختلفة جرب مواقف مختلفة لأنه ده اللي هتتعرض له في المباراة ووقت ما اتعرض للقصة دي في المباراة يبقى عندك حلول تبقى خلاص انت تحطيس في المواقف ده اكتر مرة ما بقاش حاية جديدة عليك وتعلم مش عيب انك تتعلم احنا كلعيبة كمهاجمين كلعيبة موجودة في الناد لها ومنتخب مصر فظلنا نتعلم لحد وبطالنا كابنسلام ما فيش حاجة ما تبصش انك تبقى رقم واحد لانه ما فيش حاجة اسمها رقم واحد مش حاجة اسمها مهاجم مصر الاول حارس مرم ما فيش حاجة اسمها كده في الدنيا في حاجة اسمها منتو لعيب اساسي لعيب اساسي لازم تفضل ماشي بشكل جيد وبتستمر عشان تفضل مكمل لعيب اساسي لكن ما احنا كنا في منتخب مصر كان فيه خمس مهاجمين اي واحس فيهم بيلعب هو مهاجم lif antidote كان في ميدو كان كابت حسام حسن وكان فيه ميدو وكان فيه زيدان وكان فيه عمرزاكي كان فيه عبد الحليم علي دول كله كان فيه احمد بلال من قابلنا اللي فيه لعيبة كتير جدا جدا هم مهاجمين كبار فما فيش حاجة اسمها أنا رقم واحد في حاجة اسمها أنا المهاجم الأساسي دلوقتي عشان أفضل المهاجم الأساسي لازم أبقى راجل أتعلم أشتغل أجتهد مريحش خالص ما افتكرش أن أنا عملت كل المطلوب مني لأنك أنت طول ما أنت بتلعب أنت ما عملتش حاجة حط ده في دماغك علشان لما تبطلت لقي نفسك عملت حاجات كتير طيب أتمنى رسالك توصل لكابتن ميت